أذكر الشروط التي لا بد من مراعاتها لصحة الصلاة شروط صحة الصلاة الإسلام والعلم بدخول وقتها واستقبال القبلة والتمييز والعقل وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة والعلم بفرضيتها وستر العورة والطهارة عن الحدث والنجاسة غير المعفو عنها في البدن والمكان والثوب والمحمول له فلا بد من مراعات هذه الشروط لصحة الصلاة ما المراد باستقبال القبلة في الصلاة؟ المراد استقبال الكعبة أي استقبال جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حين صلى إليها هذه القبلة واستقبالها يكون بصدر المصلي في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود فلو استقبلها ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكفي ما الحكم في من يصلي من غير أن يتأكد من دخول الوقت؟ لا تصح صلاته بمجرد توهم دخول الوقت حتى لو صادف الوقت ولا بد من العلم بدخول وقتها حتى تصح الصلاة ما حكم صلاة غير المميز؟ لا تصح الصلاة من الطفل غير المميز وتصح من الطفل المميز ولا تجب عليه وإنما يجب على وليه أمره بها إذا بلغ سبعا ولهما ثواب تكلم بشيء من التفصيل عن ستر العورة في الصلاة في حق الرجل والمرأة من شروط الصلاة ستر العورة فالرجل عورته ما بين السرة والركبة وعورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل وأما الأنثى الحرة فعورتها جميع بدنها إلا الوجه والكفين والستر الواجب يكون من جميع الجوانب لا من الأسفل أي لا من أسفل العورة والله تعالى أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر